السلام عليكم. طيب محاطة النهاردة محتاجة تركيز اه انا هفتح لكم المايكات عشان وتركزوا معي لو سمحت لو مش فاهم حاجة اقول لي. لان محاطة النهاردة خلاص محاطة مفتوحة دلوقتي. محاطة النهاردة دي محاضرة مهمة جدا. وعايزة تركيز. فمن فضلك يعني ركز معي واشتغل معي عشان لو مش فاهم حاجة اوضحها لك. انا هتكلم عن موضوع مهم جدا جدا. اه موضوع من الموضوعات المهمة جدا في الماشيل وفي الزكاة الاصطناعي. وهو البرينسبال كومبوننت اناليسيز. والبرينسبال كومبوننت اناليسيز من الموضوعات المهمة جدا جدا في الزكاة الاصطناعي. فالنهاردة ان شاء الله هنفهم البرينسبال كومبوننت اناليسيز ونحاول نحل عليه مسألة مع بعض. فانا عايز كل امتباهك وكل تركيزك معي عشان لو في حاجة مش فاهمها اوضحها لك. طيب. درسنا الكشرة السابقة. ايه الفرق بين والانسوبرفايز ليرننج وعرفنا ان في الانسوبرفايز ليرنج انا بيكون عندي ست دي بيكون فيها مجموعة من ولكن ما عنديش ليبل. طيب ايه اللي بنستخدمها عشان آآ نقدر نعملها ايه التاسك اللي احنا نقدر نعملها في عندي كتير قادر نعملها من اشعرها ان احنا نعمل نقدر نعمل عملية ودي فهمناها للكشرة السابقة. تاني ممكن نقدر نعملها ليه ودي هنجلسها ان شاء الله محاضرات القادمة. تالت وهي ودي اللي حنتكلم عليها النهارض. ايه في الديمانشيناتي انا ممكن الاقي عندي مكونة من عدد كبير جدا من ممكن الا عندي مسلا خمسين فيتشر او ميت فيتشر او خمسمائة فيتشر او الف فيتشر. طيب هل انا اقدر استخدم في المشيل اي عدد من زي ما انا عايز ولا ده هيكلفني وقت كبير جدا اثناء عملية طبعا ده هيكلفني وقت كبير جدا اثناء عملية وبالتالي ايه الهدف يا شباب? الهدف انا عندي كتير ممكن خمسمائة فيتشر الف فيتشر ميت اه ميت الف فيتشر فدلوقت احنا عايزين نقلل العدد الفيتشرز عشان نقلل العدد الفيتشرز دي بنسميها الديمنشيناليتي ريدوكشن طيب نقلل ازاي عدد الفيتشرز نقلل ازاي عدد الفيتشرز رابع عليك يا نوران نوران بتقول نطلع الفيتشرز المهمة وتفيدنا ونستخدمها والفيتشرز اللي مش مهمة هنتخلص منها. طيب ازاي نعرف الفيتشرز المهمة? هل الفيتشرز المهمة? هي المتشابهة مع بعضها? ولا المختلف عن بعضها? رينات بتقول المختلف عن بعضها بالزبط كده. ليه? لو انا مسلا لو نفتيكي مسلا فمسلا امسال بتاع هاوس بيتكشن برايس. الهاوس مسلاف عددية عدد عدد غرف في المنزل. وكان عندي تاني يمسلي بتاع الفيتشر ومسلا بيمسلي العمر بتاع الفيتشر. وهكذا عندي كتير. طيب هسألك سؤالي. هل بتاع الفيتشر? هل بتاع الهاوس? ليه علاقة بها عدد البيد رومز? سامة بتقولي ايوة. صح يا سامة. ليه? لو انا عندي عدد البيد رومز اقدر اعرف ان بتاعي تقريبا قدي ايه? ولو انا عندي اقدر اعرف تقريبا البيد رومز وما ممكن تكون حوالي اقد ايه? فبالتالي الاتنين دول مرتبطين ببعض. بالتالي بتاع الهاوس والبيد رومز مرتبطين ببعض. يبقى ممكن ان انا احاول اجيب فيتشر تربط للاتنين دول مع بعضهم. واتخلص من الاتنين واستخدر واحدة جديدة. انا حاول اجيب علاقة تربط لي او فيتشر جديدة بتربط للاتنين دول مع بعضهم. واستغني عن الاتنين دول. في الحالة دي يبقى انا بدأ ما كنت هستخدم اتنين هستخدم واحدة. يبقى انا عملت لمين? طب هل الاجيب ليه علاقة بالبيد رومز? هتقول لي لا. هل الاجيب ليه علاقة بالصايز? الاجيب طبعا بتاع الهاوس. هنا عمر الهاوس. عمر المنزل. فبالتالي لا هتقول لي لا. الاجيب ما لهش علاقة. ففي الحالة دي يبقى الاجي ده مهم. استخدمه معاي. يبقى ازا انا احنا بنعمل يا شباب هكتبها بالعربية هاو عشان. ان احنا نحافظ نحافظ على الفيتشرز المختلفة. ونتخلص من الفيتشرز المرتبطة بع بعضها. احنا بنجيب فيتشرز جديدة. نكون فيتشرز نحن نكون نيو فيتشرز. نكون ايه? نيو فيتشرز. ونتخلص من الفيتشرز القديمة. يبقى ازا هو ده الهدف من او الديميشينات الديميشينات ممكن نستخدم معها الالجوريزمات كتير اهمها. اهمها شباب البيلنسيبال كومبوننت اناليسيز. اللي حسنا بنرمزه بالرمز بي سي ايه. بلنسيبال كومبوننت اناليسيز. اوكي? طيب. دعا نفهم مع بعضنا ايه هو البيلنسيبال كومبوننت اناليسيز. البيلنسيبال كومبوننت اناليسيز او بنرمزه بالرمز بي سي ايه. بي سي ايه. هو عبارة عن ديميشيناليتي تكنيك. تكنيك بنستخدمه عشان نعمل بيه ديميشيناليتي تكنيك بنستخدمه عشان نعرف او نستخدمه. الفيتشيرز المهمة من الديتا سيت اللي عندنا. ازاي? من اختلال ان احنا بنحول الهاي ديميشينالي ديتا سيت بدا ما كانت الديتا سيت بتاعتك بدا ما كانت الديتا سيت بتاعتك فيها ميت فيتشير او او الفيتشيرز لأ بقلل عدد الفيتشيرز اللي فيها. اوكي? بحيس ان انا بكون فيتشيرز جديدة من الفيتشيرز المرتبطة مع بعضها. وبحيس ان احنا الفيتشيرز الجديدة اللي بنكونها بتكون بتحافظ لي قدر المستطاع على الوريجينال انفورميشن. اوكي? طيب وبالتالي ايه هي المين ايديا بتاعت بتاعت البي سي ايه? المين ايديا بتاعت البي سي ايه? is to find new set of features. ان احنا بنجيب فيتشيرز جديدة. الـ variables هنا نقصر بها فيتشيرز شباب اه? يبقى is to find new set of features اللي احنا هنسميها principal components. اه يبقى احنا مش بنتخلص يعني شباب الفكرة ايه? الفكرة ان احنا بيبقى عندنا مثلا features كتير مثلا اكس وون اكس تو الى مثلا اكس اكس مثلا خمسمية features. عندي خمسمية features. فالفكرة ان انا مش بتخلص من features اللي مش مهمة. لا. ان انا بعض features اللي مش مهمة واطلع منها features جديدة ادمجهم بحيس احافظ على المعلومات اللي فيها. وفي نفس الوقت اطلع features اقل من features اللي موجودة عندي في الديتا سيت. اوكي? عش كده بنقول ايه? ان احنا بنستخدم ان احنا بنحاول نطلع منها ان احنا بدل ما كان مسلا عندنا مسلا خمسمية features. لأ هندمج features دي مع بعضها. features اللي مش مهمة هندمجها مع بعضها. بحيس نقلل عددهم مسلا بدل خمسمية نخليهم مسلا مية نخليهم خمسين features. اوكي? طيب. كل feature جديدة بكونها بسميها principle component. كل feature جديدة انا بكونها بسميها ايه? principle component. يبقى اذا features الجديدة احنا كوناها دي او بسميها principle component. بتكون orthogonal to each other. كل واحدة فيهم بتكون orthogonal. وفي نفس الوقت بيكون بيحافظوا علي. يعني هي بيحافظوا على يعني دايما بكون عندنا features d. الجديدة مش مرتبطة مع بعضها. features d. ما بتكونش مرتبطة مع بعضها البعض. ليه? لان ازا ما قلنا مسلا لو عنا عدد خلاص انا هقدر استنتج فالbit room والصايز الاتنين مش مهمين بالنسبة لي. فبحاول اطلع بينهم علاقة بحيس ان انا بدلا ما كان عندي لا هحافظ على واحدة. طيب ايه هي اللي ما احنا بنستخدمها عشان نعمل بها دلوقتي هشرح هي بتكون من بشكل وبعد كده هنبدأ نحل عليها هنبدأ نحل عليها مسألة عشان نطق عملية تضيق الالجوريزم. الالجوريزم ده فطواته كتير شوية وعايزة تركيز وعايزة حسابات كتير فعشان كده عايزين نشتغل مع بعضين. طيب ايه هي اول حاجة بنعمل للديتا. يعني بنعمل للديتا. يعني بنعملها بنعمل ايه? بنعمل سكيلنج لفيتشورز. هنا بنستخدم الزيد نرماليزيشن سكيلنج يا شباب اللي احنا درسناه قبل كده. ليه? لان احنا لو ما عملناش لما نيجي نطبق هنلاقي الفيتشورز اللي ليها آآ اللي هي دومين كبير هي اللي بيحصل لها فبالتالي عشان ما نوعش في المشكلة دي بنعمل يبقى اول حاجة هنعمل لفيتشورز اللي موجودة عندي في الديتا سيت. بعدين بحسب حاجة مهمة جدا اسمها الكوفاريانس ماتريكس. بس بحسب الكوفاريانس ماتريكس الفيتشورز بعد ما عملتين لها سكيلنج. طيب ايه اهمية الكوفاريانس ماتريكس? الكوفاريانس ماتريكس هنلمز لها بالرمز اس. ايه اهمية الكوفاريانس متريكس اس دي. دي هتوضح لي ايه شكل العلاقة بين الفيتشرز. او بتوضح لي بين الفيتشرز. احنا اتفقنا ان احنا الفيتشرز المرتبطة مع بعضها هندمجها مع بعض. والفيتشرز اللي مش مرتبطة مع بعضها خلاص مش هدمجها. طب ايه اللي انا هستخدمه يبين لي ازا كانت الفيتشرز مرتبطة مع بعضها ولا لا. الكوفاليانس ماتريكس. يبا الكوفاليانس ماتريكس دي هي اللي هتوضح لي ازا كانت الفيتشرز دي مرتبطة مع بعضها. فانا هكوم منها فيتشر جديدة او بنسبة كومبوننت ولا مش مرتبطة مع بعضها فهحفظ عليها. وهنعرف بعد شوي زي نحسب الكوفاليانس ماتريكس. بعدين هنمسك الكوفاليانس ماتريكس اس دي ونحسب لها laigen values بتاعة هنحسب لها إيه laigen values بتاعة وبعدين نحسب لها laigen values نحسب لها laigen vector طيب وبعد ما حسبت laigen vectors أعمل normalization لlaigen vectors يحصل كون ما يسمى dingen eigen vector وهنشوف ازاي هنعملها. طيب بعدين برتب الايجين فاليوز ترتيب تنازلي. يعني ارتب الايجين فاليوز من الكبير للصغير. هرتب الايجين فاليوز من كبير للصغير. طيب. كل ايجين فاليو بتعبر على ايه? بتعبر عن كمية اللي موجودة عندي في كل فإذا ازا كان بتاعتي كبيرة يبقى كبير. ازا كان ايجين فاليو بتاعتي كميتها صغيرة يبقى ازا عندي صغير. بعدين هقرر انا هختار كام بناء على ايه? بناء على فانا مسلا هقول لو مسلا اكتر من ثمانين في المية. فانا هخلي الفيتشر. لو اقلي من ثمانين في المية فانا هتخلص من الفيتشر. بعدين كل ايجين فكتور انا كونته كده انا كونت هعمل بروجيكت هعمل بروجيكشن هبروجيكت كل فيتشر على البرينسيبال كمبوننت اللي انا كونته. هعمل بروجيكشن لي الفيتشر اللي انا بس عايز اعملها على اللي انا كونته. هنشوف بعد شوية هنحل مع بعضين بعد شوية. الاول عايز بس اتأكد من اتأكد منكم من حاجة يا شباب. هل اتعلمنا قبل كده ازاي نحسب وايجين فاليو وايجين فكتور لي ماتريكس ولا لا? ممتاز. ممتاز جدا. انا هتعلمنا قبل كده ازاي نحسب وايجين فاليو وايجين فكتور. مزبوط كده? ممتاز جدا. طيب. عشان دي نقطة مهمة جدا في الشغل بتاعنا. قبل ما ادخل في هنشوف ايه هي التطبيقات بتاعة اول تطبيق اللي احنا قلنا عليه ان احنا نستخدمه عشان نعمل عشان اقل العدد الفيتشورز. تاني تطبيق ممكن نستخدم فيه عشان نعمل به ديتا فيجواليزيشن. احنا شباب بنقدر نرسم كام فيتشور. بنقدر نرسم كام فيتشور اه 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 كام بعد يا شباب. تلاتة بس صح? طب لو ممكن عندي ديتا بيز مسلا فيه خمسين فيتشور. مش هقدر عملها فيجواليزيشن. فهنا بيقلل عدد الفيتشورز فهي ممكن يساعدني ان انا شوف اه ممكن يساعدني ان اعمل فيجواليزيشن للديتا بتاعتي او للديتا بتاعتي. كذلك البي سي اي مهم جدا ان انا اتخلص من النويز. لو انا عندي نويز في الديتا بتاعتي البي سي اي بيساعدني ان انا اتخلص من النويز. وبالتالي بي سي اي كان ريموف نويز ان ريتين زا موست انفورماتيف فيتشورز. يبقى بي سي اي بيساعدني ان انا اتخلص من النويز الموجودة عندي في الديتا واحافظ على المهمة عندي. طيب احنا باي ديفولت. كده بنساعد بي سي اي عشان نعمل وبالتالي ده كان ايه كان بحاول ان انا البي سي اي بيساعدني ان انا اعمل لفيتشورز المهمة عندي في الديتا سيت. طيب ازا بي سي ايه بيساعدني ان انا اعمل للديتا المهمة عندي في الديتا سيت. اكي? طيب. هنبدأ ده وقت نشوف ايكزامبل. ايكزامبل هو مديك هنا ديتا سيت بالشكل ده. ديتا سيت مكونه من كم فيتشور؟ ايكس وان ايكس وان ايكس بي سي اي. طيب اعمل للديمينشنالية بتاعها. من تو دايمينشن لانه هو هنا بديك تو فيتشورز. بقول لك اعمل لها الديمينشن من تو فيتشورز الى وان. وبالتالي هنا احنا محتاجين نكون كام دايما عدد يساوي عدد الديمينشن اللي هو عسل تعملها. طيب هنا محتاجين نكون واحدة. يعني ايه? يعني بمعنى اخر احنا هنكون فيتشور جديد. هنكون نيو فيتشور. هنسميه برينسيب الكمبوننت. هنجيب البرينسيب الكمبوننت من الاتنين دول. من التو فيتشورز دول هنكون برينسيبال كومبوننت. طيب وبعد مكونها برينسيب الكمبوننت. هنكون كان برينسيب الكمبوننت هو اللي واحد. يبقى هنكون وان برينسيب الكمبوننت. بعدين همسك كل نقطة من النقطة دي. وعمل لها على البرينسيب الكمبوننت ده. طب ازاي هعملها بروجيكشن هنشوف بعد شوية. بعد ما اعمل بروجيكشن هحصل على قيم جديدة. هو ده تمام? فبالتالي اقدر اشيل دول واستخدم فقط مين? استخدم فقط الجديد اللي انا حصلت عليه لها. دي الفكرة. اوكي? طيب. تعالي نحل المسألة دي. اول خطوة هطبق دوات اول خطوة في ان انا هحسب المين لكل فيتشر. يبقى انا عندي كم فيتشر عند اتنين? اكس وان واكسي تو. هحسب المين بتاع اكس وان. طب ازاي هحسب المين? حجم القيم بتاعته واقسم على عاداتهم. يبقى فور بلاس ايد بلاس سيرتين بلاس سيفن. طب عاداتهم كام? عاداتهم اربعة. يبقى ان كابتل هنا بفور. يبقى هقسم على فور. لما احسب هطلع لي المين بكام? المين بات. كذلك هحسب المين للفيتشر التاني. برضو. مجموحهم على عاداتهم. طب ازا الفور بلاس فايف بلاس فورتين اوفر الان الان بكام? الان بفور. طب ازا مين بتاع الفيتشر التاني بكم? باية بوينتتفايف. يبقى دي اول خطوة. طب وبعدين. بعدين هحسب الكوفانيانس Certainly ازاي هحسب الكوفانيانسي مااتريكس احنت whats? هنمزلها بالرمز يا شباب. هنمزلها بالرمز از. طیب انا عندي كم فيتشر هنا عندي اتنين. طيب هحسب بين اكس وان واكس اتو. ازاي? ان انا هكون ماتريكس مكونة من اربع عناصر. هحسب مع نفسه. بعدين هحسب مع الاخس اتو. بعدين احسب الكوفاريانس لل اكس اتو مع اكس وان. طيب هل الكوفاريانس بتاع اكس وان اكس اتو? مختلف عن الكوفاريانس بتاع اكس اتو اكس اتنين واحد. يعني انت لو حسبت واحد فيهم كأنك حسبت التاني. اوكي? بعدين احسب الكوفاريانس بتاع اكس اتو مع نفسه. تعالى نحسب كل تيرم من التيرمات الاربعة دول. هنبدأ نحسب اول تيرم اللي هو مين? الكوفاريانس بتاع الاكس وان مع نفسه. هنحسبه ازاي من القانون ده? كوفاريانس اكس وان مع اكس وان هو عبارة عن وان اوفر ان. مينس وان. طب مين ان? اللي هو عدد الاكزامبل زي عندك. طب عدد الاكزامبل زي عندك هنا بكام? بفور. سميشن كي من وان الى ان. يبقى الان الكابتل هنا بكام? ان الكابتل بفور. طب انا عايزة احسب الكوفاريانس الاكس وان مع نفسه. هاخد الاكس وان ده. واعمل سبستراكت بي المين بتاعه. وهاخد الاكس وان ده. وهعمل سبستراكت بي المين بتاعه. واضربهم في بعض. وجمع على كل الكي. يبقى ده القانون. طيب خلي بالك. دفعنا هنا الان بكامل ان بفور. يبقى لما فك القانون ده هفكه ازاي يا شباب? عشان افك القانون ده هعمل ايه? هعود اول مرة عن الكيب وان. يبقى الكوفاريانس بتاع اكس وان واكس وان اقوال وان اوفر ان ماينس وان اللي هو وان اوفر سيري. لان الان هنا بكامل ان هنا بفور. يبقى فور ماينس وان بسيري. هفك الصميشن. عشان افك الصميشن ده اعمل ايه? اول حاجة عوض عن كيب وان. هفعوض عن كيب وان. يبقى الكيه ده بون. يبقى هين اصبح الترم ده عبارة عن اكس وان وان. والترم ده اصبح اكس وان وان. يبقى ازن الترم ده هو عبارة عن اكس وان وان مينس ميو اكس وان. والترم ده اصبح برضو. اكس وان وان مينس ميو اكس وان. بازا اكس وان وان مينس ميو اكس وان. طب القوص ده هو القوص ده. يبقى اقدر اشيل واحد فيهم واعمل للتاني. واشيل ده. واعمل للتاني. في مشكلة حد دلوقتي? في مشكلة? مشكلة حد دلوقتي? تمام. ماشي. بعد كده هنخلي هنخلي الكيبتو هنخلي الكيبتو يبقى اصبح كده الكيبتو. يبقى هنا هنخلي الكيبتو. بلس. يبقى ده كام? ده اكس وان تو. وده اكس وان تو. يبقى ازا اكس وان تو مينس ميو اكس وان. وده نفسه يبقى ده سكوير. بعدين هنخلي الكيبتو كام? معلش احنا مساحت. يبقى احنا لوصلنا لحد كام? تبقى تاني بسرعة. الان بداء الكوفاريانس. اكس وان اكس وان اكس وانه اكس وانه اين وكس وانه سكوير. plus x12 minus mu x1 square. فكذا نخلي الكيب سري. لما نخلي الكيب سري. يبقى التقمد بكام؟ يبقى ده بx13. وده بكام؟ بx13. يبقى إزا اكس وان سري مينس ميو اكس وان. والقص التاني نفسه عبادة سكوير. بقى هنخلي الكيب كام شباب? هنخلي الكيب فور. هنخلي الكيب فور. يبقى ازا لما هنخلي الكيب فور. طب والان عند بكام بفور هنا صح? ماشي. ازا بلس. ده يبقى بكام? ده يبقى بكام بكس وان فور. يبقى عندي هنا. اكس وان فور مينس ميو اكس وان. سكوير. هقف ليه? لان الكيب عند بكام? انا هقف عندي الفور. مش هفك تاني. يبقى ده القانون بتاعي. اكس يا شباب? يبقى ده القانون بتاعي. طيب. هعوض فيه. هعوض. تمام? اكس وان. اكس وان. اكس وان. بوان اوفر سري. طيب هنا اكس وان اكس وان. اكس وان اكس وان. اللي هو مين? اللي هو ده. يبقى ازا. فور مينس. المين بتاع اكس وان. المين بتاع اكس وان احنا سيبنا بكام? بايت. سكوير بلس. اكس وان تو. هادي اكس وان تو. بايت. مينس المين بتاع. بايت. سكوير بلس. اكس وان سري. اللي هو ده. بسرطين. مينس. ميو اكس وان. اللي هو بايت. سكوير بلس. اكس وان فور. اللي هو ده. باب سيفن. مينس ميو اكس وان. اللي هو بفورتين. يا شباب? فهمنا زي فكنا المعادلات دي? دي فورتين او دكتور اا اخر حاجة. سوري 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 سوري. انا سوري. سوري. ام سو سوري. ام سو سوري. ميو اكس وان. اللي هو بايت. شكرا اشكرك. او كيف? تفهمنا يا شباب ازاي فكنا المعادلات دي ولا فيها مشكلة? تماما رب. طيب. وبالتالي لما احسب. لما احسب. هلاقي هنا بكم? هلاقي بين اكس وان و اكس وان بكم بفورتين. يبا كده انا حسبت اول ابدأ احسب تاني ترن. باحسب بين اكس وان واكس دو. احسب بين اكس وان واكس دو. اقدر قانون بتاعها. يبادل بين اكس وان واكس وان. الان بكم يا شباب? ان بكم? بفور. ممتاز. طيب. هنا اخلي بالك اكس وان كي. مينس ميو اكس وان. يبا اخدت الاكس وان اهو. وعملت منه سبسترات لي المين بتاعه. بعدين هاخد الاكسي تو. يبا اكسي تو كي. مينس المين بتاع مين? المين بتاع الاكسي تو. هفك برضو الاكويشن دي. الان هنا بكم? ان هنا بفور. يبا ازا كوفاريانس. بين اكس وان واكسي تو. اقوال كام? اقوال وان. الان بفور مينس وان يبا بسري. هيفتح الكوس الكبير. اول مرة هاختار الكيب وان. لما اختار الكيب وان يبا دي كام? يبا دي اكس وان وان. مينس ميو اكس وان. وهنا اكسي تو. الكيب وان. وان. مينس ميو اكسي تو. يبا ازا هنا. اكس وان وان. مينس ميو اكس وان. طيب. اكس. تو وان. مينس ميو اكسي تو. كده انا انا خلصت اول تيرم اللي هو الكيب وان. بعد كده هنحط الكيب كام? نحط الكيب كام شباب? بيتو. تو. امتاز. يبا هنحط الكيب تو. يبا دي هاتو بيتو. يبا ازا دب كام? دب اكس وان تو مينس ميو اكس وان. سى وده اكس تو تو مينس ميو اكسي تو. يبقى بلس X12 minus mu X1 طيب X22 minus mu X2 بلس هنحط الكيب كام بسري هنحط الكيب سري يبقى ده X1 3 minus mu X1 وده X2 3 minus mu X2 يبقى إذن عندي X1 3 minus mu X1 X2 3 minus mu X2 هنحط الكيب كام 4 4 ميطا يبقى كيب 4 يبقى X1 4 4 minus mu X1 X2 4 minus mu X2 4 وده بلس X 1 4 minus mu X1 طيب X2 4 minus mu X2 5 5 5 6 7 6 7 7 8 9 10 11 11 12 12 12 12 13 14 16 17 14 15 16 15 18 19 20 21 20 22 24 21 22 24 22 22 22 23 24 25 مينس ميو اكسي تو اللي هي مين? ايد بوينت فايف. ايد بوينت فايف. اللي حاجبناها هم من الاستبال السابق. اكس وان تو اللي هي بايت. مينس ميو اكس وان اللي هي بايت. طيب. اكسي تو تو اللي هي بفور. مينس ميو اكسي تو اللي هي بايت بوينت فايف. بلس. هنمسك الترمي التالت. اكس وان ثري اللي هي بثيرتين. مينس ميو اكس وان اللي هي بايت. طيب. اكسي تو سري اللي هي بفايف. مينس ميو اكس تو اللي هي بايت بايت. بلس. اكس وان فور اللي هي بسيفن. مينس ميو اكس وان اللي هي بايت. طيب اكسي تو فور اللي هي بورتين. مينس ميو اكسي تو اللي هي بايت بايت بايت. تمام شباب? في حاجة مش واضحة. في حاجة مش واضحة. طب. ده هيطلع بكام? ده هيطلع بي مينس ممتاز. هنحسب الترمدة بس خلي بقى لك الترمدة احنا اتفعنا ان هو هو مين? الترمدة. يبقى ازا الترمدة. احنا كنا حسبنا الترمدة صح? ترمدة لناب كام? بس الترمدة هو هو الترمدة. يبقى خلاص مش محتاجين نحسب الترمدة. بقى لي مين? بقى لي ان احسب الترمدة. تعال نحسب الترمدة. يبقى ازا كوفاريانس. كوفاريانس. او اكسي تو واكسي تو. اكوال وان اوفر ان مينس. مينس. وان. سميش. الكي من وان لحد الان. الان بكام? الان بفور. تمام? بعدين اكس. تو كي. مينس. المين بتاع الاكسي تو. وهنا. اكس. تو كي. مينس ميو مين. اكسي تو. صح كده? يعني كان يعني اقدر اشيل القوس ده وحط هنا تربيع. صح كده يا شباب? يعني ممكن اشيل القوس ده كده. وحط هنا تربيع. ممكن. مشكلة خالص. اوكي? طيب. نبدأ نفك. اول مرة هخلي الكيب كام? اول مرة هخلي الكيب وان. يبقى ازا كوفاريانس. بين الاكسي تو والاكسي تو. نبقى عن ايه? نبقى عن وان اوبر ان مينس وان ليه بكام بسري. بعدين هفك السميشن ده. حطه اول مرة الكيب وان. لما حطوا كيب وان يبقى اكسي تو وان. يبقى ازا هنا اكسي تو وان مينس ميو اكسي تو. كل سكوير. خلاص. خلاصت اول ترن. هحط الان بكام? هحط الكيب كام? هحط الكيب بي تو. يبقى ازا اصبح الاكسي ده عبارة عن ايه? الاكسي ده عبارة عن. اكسي تو والكيب تو. يبقى اكسي تو تو. يبقى اكسي تو تو مينس ميو اكسي تو لكل سكوير. بعدين هشيل الكيب. واحط الكيب كام? واحط الكيب. بسري. يبقى ازا اكسي تو سري. يبقى ازا اكسي تو سري مينس ميو اكسي تو سكوير. بعدين هشيل الكيب وحط بسري وحط الكيب كام? هحط الكيب بفور. اكي? هحط الكيب بفور. يبقى دي اكسي تو فور. يبقى بلس اكسي تو فور مينس ميو اكسي فور. والسكوير. كده فكناها معادلات. هنعمل ايه? هنعوض. اوكي? هنعوض. ايبا وان اوفر سري. اكسي تو وان. مينس ميو اكسي تو. ميو اكسي تو اللي يبقى بايت بوينت فايف سكوير. بلس اكسي تو تو اللي هو ده. يبقى ازا ده بقى بفور. مينس ميو اكسي تو اللي هي بايت بوينت فايف سكوير. بلس اكسي تو سري اللي هي. مينس ميو اكسي تو اللي هي بي ايت بوينت فايف سكوير بلاس اكسي تو فور اللي هيب فورتين مينس ميو اكسي تو دي شوي. ميو اكسي تو اللي هيب كام? اللي هيب ايت بوينت فايف سكوير. واضحة? هحسب على ايب كام? بي. كده انا حسبت مين? كده الحمد لله احنا حسبنا الكوفاريانس ماتريكس اللي هي الاس. يبقى ادي كوفاريانس ماتريكس. ادي الكوفاريانس ماتريكس. الخطورة المبر سري هاحسب بتاعت الكوفاريانس ماتريكس. طب عشان احسب هحسبها ازاي? هجيب الكاركتوريستيك اكويشن للماتريكس اس. طب ازاي اجيب الكاركتوريستيك اكويشن? زي ما درسنا زمان ان احنا هنجيب الكاركتوريستيك اكويشن ان انا الاس واطرح منها مصفوفة جديدة اسمها مينس لمضة اي. يبقى ازا هجيب هجيب الاس واجيب مصفوفة مينس لمضة اي واطرحهم من بعض. بعدين اخذ المحدد للمصفوفة دي كلها. بتاع نحل لها بالتفصيل عشان لو حد ناسي. يبقى دي الكاركتوريستيك اكويشن. هجيب الاس مينس لمضة اي. الاول اجيب مينس لمضة اي. طب الاي اللي هي مين? مين الاي شباب? اللي هي الايدينتيك اكويشن. طب الايدينتيك اكويشن دي الصايز بتاعها كام? دي الصايز بتاعها كام? لازم الصايز بتاعها يساوي الصايز بتاع الاس. طب الصايز بتاع الاس ده كام? لو بصنا على الصايز هنلاقي انها بتكون من توروز من صفين. يبقى عندي اتنين. طب عدد العمدة كام? عندي عمود التاني. يبقى تو بايتو. يبقى لازم برضو تكون تو بايتو. اكي? بتاس جدا. طيب. الايدينتيكس تو بايتو هي عبارة عن ايه? عبارة عن وان زيرو زيرو وان. اكي? طيب. بعدين اضربها في لمضة. لما اضربها في لمضة. يبقى اذا هتوبة هنا لمضة هتوبها هنا لمضة. صح كده? بعدين. بعدين هجيب الاس ميناس لمضة. هجيب الاس مينس لمضة. طب ازي هجيب الاس مينس لمضة? هقول اس مينس لمضة اي. يبقى اذا هتوبةelim في م breath. بقى كده minus 11 minus zero بكام؟ بـ minus 11 بعدين minus 11 minus zero بـ minus 11 بعدين 13 minus lambda 23 minus lambda 23 minus lambda بعدين أجيب لها determinant عشان أجيب هجيب لها determinant هجيب لها determinant ممكن أكتبه كده أو ممكن أعمل شكل محدد تمام؟ طيب زي هجيب إن أنا هغير شكل مصفوفة بدأ ما هي مصفوفة تبقى ايه؟ هتبقى شكل محدد بالشكل ده كده وأسويه بالزيرو دي تمام؟ عرفنا زي نعملها؟ تمام؟ 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 يبقى إذن دي ونسويها بالزيرو طبعا الزيرو ممكن تكتبه هنا ماشي ممكن تكتبه هنا ماشي هنبدأ بعد كده نفكر المحدد ده إزاي فكر المحدد؟ يبقى 14-Lambda في 23-Lambda همسك الترم ده واضربه في الترم ده يبقى 14-Lambda ده الترم ده هاضربه في الترم ده يبقى 2-Lambda بعدين هحط إشارة واضرب الترم ده في الترم ده يبقى ما هي طب دي عبارة عن ايه دي عبارة عن ايه شباب؟ دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عنه معادلة تربعية مش ديك معادلة تربعية معادلة من درجة تانية بالزبط كده طيب معادلة من درجة تانية بنحلها ازاي؟ بنستخدم لها القانون العام هفكركم تاني لو انا عندي معادلة تربعية او معادلة من درجة تانية بالشكل ده A square plus Bx plus C بنحلها ازاي؟ بنستخدم القانون العام بنقول X one و two بيساوي minus B طبعا لازم بحافظون القانون ده يا شباب ما نفعش تبقى مهندس ومش حافظ القانون ده تبقى B square minus four A في C طايم two A اكي؟ هكتبه بشكل اوضح يا شباب؟ ولا واضح بالنسبة لكم؟ هكتبه بشكل اوضح؟ هكتبه تاني بشكل اوضح عشان اللي نسيه يكتبه ويذكره لو انا عندي معادلة تربعية بالشكل ده A A X square plus B X plus C equal zero ايه القانون اللي بيحلل المعادلة دي؟ طبعا عندي معادلة بالدرجة التانية عليها كام جزر؟ او كليها كام root؟ ليها two root اللي هو X one and two بنجيبه ازاي؟ minus B positive او negative root B square minus four A times C over two A ده القانون تمام؟ هنا في المعادلة بتاعتنا دي في المعادلة بتاعتنا دي يعني بدل ما هنا هنحط X square هنحط لمضة فيها مشكلة مفاش مشكلة طيب لما نقرن المعادلة دي بالمعادلة دي الايه هنا بكام؟ الايه هنا بone البي البي بي negative سيرتي سيفن السي السي بي twenty one هطبع القانون ده لما هطبع القانون ده بدل X هحط لمضة وبعد لمضة وان وثو مينس بي مينس بي هاخد البي دي وغير اشعرتها ليه لانه مينس بي فهاخد البي وغير اشعرتها يبقى سيرتي سيف positive او negative الروت هكده بيقول لي بي سكوير يبقى هاخد القيمة دي كده هو وربحها يبقى مينس سيرتي سيفن سكوير مينس فور هطب الفور طايم اي الايب كام الايب وان يبقى ايب وان طايم سي السي بكام بتويني وان ايب وان ايب وان ايب وان ايب وان يبقى اذا اللامدة ون. اوضى الاشارة مرة. عشان اجيب اللامدة ون اوضى الاشارة الاشارة و اللامدة ون بالشكل او بالشكل اوه اوه يبقى كده خلصت استري youngest طيب احنا كده خلصنا هنروح لستيب نمبر فور هنبدأ نحسب الايجين فيكتورز. كي? يبقى انا ازا ان عندي هادي الكوفاليانس ماتريكس. اللي احنا حسبناها قبل كده. وهذه بتاعتها. طيب. زي ما بتعلمنا قبل كده شباب. لكل ايجين باليو بكون ايه? بكون ايجين فيكتور صح? طيب الصيز بتاعه كام? دايما ايجين فيكتور بياخد عدد صفوف الماتريكس الاصلية. طيب دي عدد صفوفها كام? اتنين. وده فيكتور. يبقى لازم تكون متكون من عمود واحد. اكي? طيب يبقى. طب هلأ انا عارف قيمه? لسه مش عارف قيمه. انا عارف انه متكون من صفين وعمود صفين. وعمود يعني انا قدر اكتبه شكل يو وان ويو تو. اللي انا عايزه اجيب بقى اليو وان واجيب اليو تو. طيب ازاي اجيب الفيكتور ده. ازاي ان انا اجيب الفيكتور ده? عشان اجيب الفيكتور ده. احنا حساب نقبل كده المصفوفة اس مينس لمدة اي. صح كده? كمصفوفة. حسابنا المصفوفة دي صح? هاضربها في اليو. وسويها بالزيرو. هاضربها في اليو. وسويها بالزيرو. طيب دي احنا قبل كده حسابناها. صح? طيب. حسابناها ازاي? اه دي الاس مينس لمدة ايو. حسابناها بالطريقة دي بالتفصيل. صح? طيب اليو. اليو اللي احنا عايزي نحسبه الاس. اه دي اليو. وبسويه بالزيرو. بس خلي بالك. ده ماتريكس. ده. الترم ده ماتريكس. الصحيز بتاعها كام? تو باي تو. وده فيكتور والصحيز بتاعه تو باي ون. يبقى لما ضرب الماتريكس ده في الصف ده يطلع لي ايه? فيكتور. تو باي ون. بس انا بسويه بالزيرو. بدا لازم احطه زيرو هنا وحطه زيرو هنا. عرفنا زي كتبنا دي? عرفنا زي كتبناها? نرد عن ايه شباب? اه تمام. ماشي. هنبدأ دلوقتي نحل نفك العادلات دي. هعمل ايه? اخذ الصف ده. واضربه في العمود ده. تمام? هيبقى ايه? هيبقى فورتين. مينس لمضة. طايم يو وان. مينس اليفن. طايم يو تو. اكوال زيرو. يبقى دي المعادلة الاولى. هادين هاخذ الصف ده. اضربه برضو. في نفس العمود. اللي هو ده. يبقى مينس اليفن. طايم يو وان. يبقى دي المعادلة التانية. اوكي? يبقى دي المعادلتين اللي انا حصلت عليهم. دي المعادلة الاولى ودي معادلة التانية. اه دي المعادلة الاولى ودي المعادلة التانية. احنا تعلمنا ابقى كده ازاي نحل معادلات مع بعضها صح يا شباب? تعلمنا ازاي نحل من الينيار اكويشنز. طلسنا ابقى كده مزبوط? مزبوط يا شباب? مزبوط ولا ايه? ايوة طبعا كويس. لو حلينا السيستم ده هنحصل على ايه? طبعا هنا احنا ممكن ناخد المعادلة الاولى دي. هناخد المعادلة الاولى دي. طيب. انا ممكن عازة اتخلص. ممكن اقسم عليه هنا. هقسم على الترمدة. يبقى فورتين مينس لمضة. وهقسم على الترمدة يبقى اليفن. ولما هقسم على الترمدة كله وودي الناحية التانية بححصل على الترمدة. تمام? طيب. لما حل السيستم ده زي ما انتم تعلمتوا زي ما انا يا شباب. هتلاقي هنا بتكون حاجة اسمها فلما تكون سبيس ده بيكون بارامترك سبيس. بالتالي يبقى الترمدة كله بيسوي تي. وكذلك الترمدة كله بيسوي تي. يبقى ازا هنا اليو وان اوفر اليفن اكوال تي. يبقى هنا اليو وان بيسوي كام? يبقى اليو وان بيسوي اليفن طايم تي. يبقى ده اول قيمة. يبقى كده جيبت اليو وان. يبقى اليو تو يبقى هاخد الترمدة برضو اصوي بالتي. يبقى ازا ها استعمو له ده ناحية التانية يبقى ازا اليو تو اكوال فورتين مينس لمدة طايم تي. هنا تي وهنا تي ده ده بارامتز. ده حنفترض ان الليب وان. لما افترض ان يبقى ازا اليو وان بيسوي كام? اليو وان بيسوي اليفن. واليو تو بيسوي كام? اليوتو تو بيسوي. complementary ليس لمدة يبقى ازا ده بتاعي يا شباب. يبقى ده الفكتور بتاعي. اوكي? يبقى ازا ده الفكتور بتاعي. الفكتور بتاعي يو. بيساوي. وفورتين ماينس لمضة. هنا هتلاقي بديالة اللمضة. بس انا عندي قام لمضة. عندي لمضة وان ولمضة تو. نفتيكر تاني هو لما قال لي هاتلي اعمل لي الريدوكشن. قال لك اعمل لك الريدوكشن اللي كان يا شباب. ارجع للمسألة بتاعتي. واحد كان عايز واحدة بس صح? طيب. بس انا عندي كم لمضة? اين? عندي اتنين. فهنعمل ايه? قلنا هنرتب هنرتب ترتيب تنازلي. فقادي اللمضة واحد هي الاكبر ولمضة تو الاصغر. هو اللي يعمل كان برينسيبال كومبوننت وان برينسيبال كومبوننت صح? صح? صحيح. بختار مين فيهم? هختار فيهم الاعلى لمضة. هختار مين فيهم? هختار الاعلى لمضة. بختار لمضة واحد. عشان كده كتبنا هنا مين? يو وان. ولمضة وان. يبقى انا اشير اللمضة وان دي واعوض عنها بالقيمة بتاعتها. اوكي? يبقى ازا. هيبقى ده. الفن. فورتين. مينس لامضة وان. يولي هي القيمة دي. تلاتين بوينت سري ايت كده انا حسابت واحد فقط. ليه واحد فقط? لان هو قال لي حسب ايه? وان برينسيبال كومبوننت. اوكي? طب هلأ انا جيبت لسه? عشان اجيب لازم اكونه من اليونت ايجين فيكتور. يعني اليونت ايجين فيكتور. يعني اكونه من يونت فيكتور اللينس بتاع بوين. طب ده اللينس بتاع بوين? لا اللينس ده مش بوين. طب ازا يخلي ده? يونت ايجين فيكتور. عشان اخليه يونت ايجين فيكتور. اجيب اللينس بتاع بوين. طب ازا يجيب اللينس بتاع بوين? يبقى بوين? يبقى ده اسمه يا شباب ده اسمه لينس اف مين? زي ما اتعلمنا زمان? احبه الروت. اللينس بتاع لو انا عندي افكركم بالقاطب بتاع الزمان. لو انت عندك يو اقوال يو وان سكوير يو وان ويو تو. وعاست تجيب اللينس بتاعه. كنا بنقول ايه? كنا بنقول روت يو وان سكوير بلس يو تو سكوير. يبا هناخد القيمة دي ونرباحها وناخد القيمة دي ونعملها ونحطهم تحت الجزر. يبا انا كده جبت اللينس بتاعه. هعاوض بس بقيم لمضة يبا يزا اد اللينس. اد اللينس. كده انا جبت اللينس بتاع يو وان. اد اللينس بتاعه. عايز اكون مين? اليونت ايجين فيكتور. اليونت ايجين فيكتور هنمسل برمز ايو وان. ايهو ايو وان? هنجيب في اليونده. ونقسمه على اللينس بتاعه. اوكي? ايبا اظن الايوان هو ال-U1 over ال-Linz بتاعه طيب ال-U1 هو مين هو 11 و14 minus lambda 1 over ال-Linz بتاعه يبقى 1 over ال-Linz بتاعه طيب ال-Linz بتاعه حسبناه بكام يا شباب من شوية ال-Linz بتاعه حسبناه بكام بي رقيمة دي يبقى ال-Linz بتاع ال-U1 equal 19 point 7348 اوكي يبقى ازا ال-Linz هنا اللي هو الرقم ده 19 point 7348 11 و14 minus lambda يبقى كده احنا حسبنا مين الايجين اليونت ايجين في مشكلة حد الوقتي لا ما فيش مشكلة ايه طيب بعد عدلنا خطوة واحدة اللي هي ايه شباب ان احنا الخطوة number 5 قلنا هنعمل ايه قلنا هنعمل projection هنعمل projection على لكل قيمة على ال-Principal component يبقى هنعمل projection على ال-Principal component طب ازاي نعمل ال-Principal component ده هنعمل projection تبقى انا كده حسبت تبقى انا كده عندي اخر خمسة اخر الخطوة هعمل projection ل-Component دي عشان اكون مين اكون new feature طب ازاي اعمل projection هتمسك ال-X1 وتعمل لها projection عن E1 ازاي هاخد E1 واجب بتاعه طب اللي هو مين اننا طبعا انتو زي ما عارفين من خصائص المصفوفات ان انا عشان اعمل تلانسوبوز بقى اللي العمود صف والصفة عمود صح كده طبعا وبعدين هاضربو في المصفوف بتاعت X1 K minus mu X1 بعدين X2 K يعني شغل على feature التاني minus mu X2 فايل الكي هنا بتاخد من كامل كاما شباب الكي هنا بتاخد من كامل كاما من 1 ل 4 بتاخد من 1 و 2 و 3 و 4 هنمسك اول واحدة 1 يبا يبا لما نعوض عن X1 اتوب بديب كام بX1 1 minus mu X1 بعدين احنا الكي لسه ب1 ها يبا ازا X 2 1 minus mu X2 ده بيساوي ايه ده بيساوي ادي ايوان ترانسبوز اللي احنا جبناها اهو نحطها هنا طبعا X11 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 4 minus mu X1 ليهب كام ب8 X21 ليهب 11 minus mu X2 mu X2 اللي هي ب8 05 تمام اوكي يبقى ازا احصل على دي اعود تطلع للنتجة دي يبقى دا عندي اول نيو فيتشر ها شباب دا نيو فيتشر دا نيو فيتشر بقى دي اول قيمة طلعت معي بمينس دا لما عوضت عن كيب كام بوان بقى تطبع الكيب كام يا شباب كيب تو هناخد الكيب تو لما عوض عن الكيب تو هتطبع اكس وان تو اكس تو اكس اعوض برضو هتطلع للقيمة التانية تطبع القيمة التانية هنا وهي دي القيمة دا يحطوها هنا بعد كي ناخد الكيب كام كيب كام شباب كيب سري لما ناخد الكيب سري يبقى دي بكام اكس وان سري واكس تو سري ونفق بنفس الكلام يبقى دي القيمة التالتة اخطها وحطها هنا بعدين احط الكيب كام احط الكيب يبقى ازا اكس وان فور اكس تو فور واعض طلعت القيمة الرابعة يبقى دا نيو فيتشور شباب يبقى دي نيو فيتشور يبقى خلاص يبقى انا مش محتاج دولة بعد كده بدلا ما كنت هستخدم اتنين هستخدم مين هستخدم واحد بس اده احنا جبناه منين جبناه من الاتنين دول كده انا ما فقطتش المعلومات نتيجة ان انا لغاية الاكس وان والاكس تو اوكي شباب عرفنا ازاي نطبق ده من المهمة جدا في عشان كده انا شرحته بمسال عملي لان في ناس كتير مش بتعهف تطبقه رياضية انا شباب في ناس كتير مش بتعهف تطبق الخطوات بتاعته عشان كده انا اصريت ان انا اطبق معكم خطوة بخطوة في النهاية زي مع العلم اجتمعنا في العلم الخير دايما نجتمع ان شاء الله ربنا وفاقه السلام عليكم دكتور بعد اذنك دكتور هو المحاضرة الاربعتاشر مش شغال على الموادير فعايزين ان حضرتك تدرفها تاني اللي احنا قلنا للموادين هل قلنا نشوف الدكتور محاضرة الاربعتاشر حاطف ليه مش موجود لا موجود يا محاضرة الاربعتاشر كل الناس كده اه مش تغال غالص مفيش محاضرة ايه ثاني الكوز داخل فيها عشان احنا الكوز داخل فيها ان شاء الله ماش حاطفها انه هالد الثاني شرف بالتوفيق ان شاء الله زي ما علم اجتمعنا في العلم الخير yapende واقول ان شاء الله السلام عليكم المترجم للقناة